هذا الجزء اللي إحنا منبتدي فيه من الإصحاح الرابع يعتبر الجزء العملي الإصحاحات الأولى من الإصحاح الأول لإصحاح الثلاثة بيتكلم عن الحقائق عن الإيمان المسيحي وعن خطة الله الأزلية من خلال الكنيسة فبيتكلم عن عقائد جوهرية رسمية مهمة جدا بيتكلم عن عقيدة الإختيار كيف الله اختارنا ويتكلم عن التعيين سبق فعيننا في الفكر الأزل الأبد أيضا بيتكلم عن عقيدة التبني كيف أصبحنا أولاد الله بالتبني من خلال الفداء عمل يسوع المسيح بيتكلم عن عقيدة الفداء والغفران إلى آخره فبيتكلم عن حقائق لهوتية عن حقائق سماوية وأعلانات عظيمة جدا لكن من هذا الإصحاح بيبتدي بحط الموضوع في الحيز التنفيذي والترجمة الصحيحة موضوع عمله